دي نهاية العالم أكتر جملة بقت بتتكرر في الكام أسبوع اللي فاتوا بعد ما بدأ مرض كوفيد-19 المشهور بكورونا جديد يفرض هيمنته على البشرية ويكلفها خسائر كبيرة جدا بس صدقني لو قلت لك أن العالم تعرض قبل كده لمشاكل وأخطار هددت بفناء البشرية وما كانش موجود وقتها نفس القدر من التقدم العلمي والتقني اللي موجود دلوقت السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بيكم معي على المصطبة أنا أحمد حسام والحلقة دي بعنوان أخطار هددت بفناء البشرية وقبل ما نبدأ ما تنساش اللايك والشير ولو أول مرة تشرفنا دوسوا اشتراك وفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد أول بأول وحرصا على سلامتك شوف حلقة وباء كورونا كوفيد-19 عشان تعرف أهم طرق الوقاية ويلا بينا في 24 نوفمبر سنة 1961 العالم كان على شفا حفرة من حرب نووية شاملة بين أمريكا وروسيا والسبب أن القيادة الأمريكية فقدت الاتصال بشكل مفاجئ بثلاث قواعد أمريكية حاملة لرؤوس نووية وده كان في وقت واحد وبما أنهم كانوا لسه في فترة الحروب البردة فكان أول توقع للقيادة الأمريكية هي أن روسيا هي اللي ضربت القواعد وعلى الفور قامت بتعبئة الطيارين برؤوس نووية وحددت المصار لروسيا لحد ما طيار أمريكي من الثلاث قواعد اللي اتفقد الاتصال بيهم اتصل بالقيادة وأكد أن ما فيش هجوم وأن الاتصال باز بسبب بارتفاع في درجات الحرارة ولما التشويق إذن؟ في أولي التسعنات مجموعة من العلماء الأمريكان كانوا بيدرسوا ظاهرة الأورورا برياليس وأطلقوا صاروخ بهدف بحسي من النرويج فتقوم بقى رادارات روسيا تترجمه على أنه هجوم نووي وكان قدام الحكومة الروسية 8 دقايق بس عشان تاخد قرار الرد النووي ولكن قبل المدة دي كان الساروخ وقع في المحيط تاني؟ تشويق تاني؟ اتسبب الطعون الأسود اللي انتشر في القرن الـ 14 في موت حوالي 75 مليون إنسان واللي كان مصدره براغيت بتعيش على فرو الفران وكان المصاب قدامه 3 أيام فقط ويموت والـ 3 أيام دول عبارة عن حمى شديدة وتورم في الغدد اللينفاوية لحد ما تنفجر ولو انتشر المرض دا دلوقتي في وجود رحلات الطهيران وسائل النقل الحديثة هتكون الخسائر كارثية 1883 الفلكي بونيا سجل حوالي 450 جسمة عدوا قدام الشمس لكن اعتبروه وقتها تخريف والمجتمع العلمي رفض يعترف به ومؤخرا كان فيه أحد الباحثين بيدرس ملفات ودراسات بونيا واكتشف ان الأجسام دي عبارة عن فتات ناتج من انفجار مزنب عملاق كتلته حوالي مليار تن عدة من جنب الأرض بحوالي 600 كم بس والفتات دا وصل حجم الوحدة منها لـ 800 متر للقطعة الوحدة يعني لو قطعة واحدة بس من الفتات دا كانت خبطت في الأرض كانت سببت انفجار أكبر ألف مرة من أي قنبلة نووية لما جبل تامبرا في أندونيسيا صار 1815 مات حوالي 88 ألف إنسان وخرج من باطن الجبل حوالي 175 كم مكعب من الغبار والسخور وبدأت سلسلة من الكوارث زي الأعصير والتسنامي والغبار غطى حوالي 1300 كم وسبب انخفاض في درجة الحرارة بشكل كبير جدا بسبب حجبه للشمس وتلطب عليه حدوث مجاعة في أمريكا الشمالية وانتشار للأوبئة وسنة 1815 بسبب برودتها الشديدة اتسمت السنة التي بلا صيف نرجع تاني للبراكين وسنة 1783 ثار بوركان لاكي وما كانش مجرد ثوران عظيم وبس البوركان فضل يطلق حمم لمدة 8 شهور متواصلة الأحماض الكابريتية اللي انطلقت في الجو أقللت درجة الحرارة بنسبة 1.3 من 10 لمدة 3 سنين متتالية وتدهورت المحاصيل في أوروبا كلها وحصل جفاف في الهند أدى لمجاعة وعدد ضحايا ثوران البركان بصورة مباشرة وغير مباشرة تجاوز الستة مليون إنسان سنة 1859 حصل أكبر انفجار شمسي في التاريخ ونتج عنه طاقة تقدر بحوالي 10 مليار كنبلة نووي وأدى العاصفة جيومغناطسية على الأرض تسببت في فشل كل وسائل التكنولوجيا والكهرباء على الأرض ولو ده حصل دلوقتي هتبقى كرسة لأننا تقريبا بنعتمد اعتماد كلي على الكهرباء والتكنولوجيا تخيل كده البنوك وسائل الاتصال والنت وكل حاجة من دي وقفت فجأة ونسا قالت الانفجار ده بيتكرر كل 150 سنة تقريبا وده معناه أننا معرضين ليه في أي لحظة وبتستغرق العاصفة جيومغناطسية علشان توصل للأرض حوالي 20 ساعة في أي دولة مش مستعدة في خلال 20 ساعة هترجع فورا للعصر الحجري في أوائل التسانيات تم اكتشاف سفاح قادر أنه يقتل كل أشكال حياة نباتية الموجودة على الأرض وكان بداية ظهوره لمجموعة باحثين دمجوا بالنوع بكتيريا اسمه الكليبسية أليفة النبات ونوع تاني وكان هدف التجربة الوصول لكائن معدل وراثيا قادر أنه يقضي على مخلفات البشر وفي نفس الوقت يقدر أنه ينتج كحول يعني استفادة كبيرة من كل الجوانب وتمت الموافقة على التجربة الميدانية ولكن بعض النقاط لاحظوا أن الباحثين معملوش اختبار على التربات غير المعقمة ولما تعملت التجربة دي كان الكحول الناتج قادر أنه يقضي على مكونات التربة والنبات في مدة قدرها أسبوع كحد أقصى ولو كانت التجربة الميدانية تعملت كانت البكتيريا المعدلة وراثيا دي انتشرت في تربة العالم كله وقضت على الحياة النباتية وتسببت في مجاعة أهلكت البشر جميعا طب كل اللي فاد ده باستثناء الطعون الأسود مش مشابه للظروف الحالية سمعك بتقول فيني عم أحمد اللي شبه اللي احنا فيه فيروس وانتشار وكده أقول لك اتقلتك كيف تعال معايا دلوقتي على أسوأ وأخطر عدوة حصلت في تاريخ البشرية سنة 1918 شهد أسوأ تفشي لوباء في التاريخ اتصاب تقريبا تلت سكان الأرض ومت حوالي من خمسين لمئة مليون بني آدم والوفاة كانت بعد ساعات من الإصابة بالفيروس اللي كان اسمه الانفلوانزة الإسبانية والفيروس كان بيسبب الاختناء لأنه كان بيملى الرئة بالسوائل و2014 بعد الباحثين صنعوا فيروس تاني وحقنوا بعض القوارض بفيروس يشبه الأصلي بنسبة 97% واكتشفوا أنه هو بتغيير جيني بسيط قدروا أن ينتشر بين الحيوانات وأكدوا أنه لا قدر الله لو انتشر دلوقتي مش هيسيب كائن حي على وجه الأرض وبكده نكون خلصنا حلقتنا أتمنى تكون نالت رضاكم وأتمنى برضو نكون رضينا على الناس اللي قالت أن دي نهاية العالم ولو عايز تعرف فعلا حاجة عن نهاية العالم افتكر حاجة قالها سيدنا النبي من حوالي 1400 سنة لما قال بعسته أنا والساعة كهاتين وأشار بالسبابة والوسطى الساعة أقرب ما احنا فكرين ولازم نعمل لها من دلوقت مش علشان دي نهاية العالم لا البشرية مرت بأكتر من كده بكتير وعالعموم لو أنت لسه ما شفتش حلقة كوفيد 19 أتمنى تشوفها عشان تعرف تقي نفسك وتقي أهلك وما تنسنش في اللايك والشير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة